موسيقى 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 طيب اللقاتكم و أهلا و مرحبا بكم و إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعنوية من موقع الصحوة نت مليشي الحوثي تبدأ العام الجديد باقتحام و نهب المنازل في ذمار موسيقى صحيفة فرنسية في اليمن تدور الحرب بعيدا عن الأقلام و الكاميرات موسيقى و في العرب الجديد إعانة اليمنيين النقد مقابل العمل لسد الرمق موسيقى أهلا بكم لم تعود القذائف و السواريخ السبب الوحيد لموت اليمنيين بل بات البردو القارس سبيلا آخر للموت خصوصا في مخيمات النزوح التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة و أبسط سبل العيش الكريم كما حصل مع الطفلة سلمة الحكمي و شخصين آخرين في محافظة مارب و عنوان موقع المشاهد نت سلمة و موت النازحين بردا في مارب و قال الموقع شهدت محافظة مارب حالتي وفاة في أوساط النازحين جراء البرد القارس بعد نحو اسبوعين من وفاة الطفلة سلمة ماجد الحكمي النازحة مع أسرتها من محافظته و كشف الدكتور أحمد المعازي أخصاء الأمراض التنفسية بمستشفى كارا بمدينة مارب عن وفاة شخصين و إصابة أكثر من عشرين آخرين بالتهابات رأوية حادة بسبب البرد خلال يناير الجاري و ستة منهم نقلوا إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتهم الصحية يقول الموقع متحدثا عن الطفلة لم تجد سلمة طبيبا ولا دواء ولا غطاء أو سقفا يحميها من برد الشتاء فتوقف قلبها الصغير لترحل عن الحياة تركة وراءها سؤالا واحدا بأي ذا بن قتلان و بحسب نبيل الحكمي قريب الطفلة سلمة و الناشط في المجال الإغاثي و الإنساني حكاية سلمة تجسد المأساها الكبيرة التي يعيشها النازحون في مخيم آل جلال بمأرب والذين أصبحوا ضحايا البرد الشديد والفقر و قلة الحيلة إلى موقع الصحوة نت الذي يتابع معارك ميليشيا الحوثي التي لا تتوقف و عنوان الموقع ميليشيا الحوثي تدشن العام 2019 باقتحام ونهب عدد من المنازل في ذمار و يفيد الموقع كثفت ميليشيا الحوثي الانقلبية في محافظة ذمار اقتحاماتها لعدد من منازل قيادات سياسية و قبلية مناهضة لها و قامت بطرد النساء و الأطفال و البعض منها حولتها إلى مقرات تابعة لها و قال ياسر ضبر رئيس منظمة شمول الإعلام و حقوق الإنسان في ذمار أن تكثيف اقتحامات و نهب منازل المعارضين من قبل جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة يأتي ضمن مسلسل التصفية الذي انتهجته ميليشيات الحوثي بحق معارضيها في المدينة مضيفا أن الانتهاكات هي بمثابة رسالة واضحة من قبل الحوثيين للمجتمع الدولي و المبعوث الأممي بأن فرصة إحلال السلام في اليمن لن تتم في ظل تصعيدها الأخيرة ودعت اليمن واحدا من أبرز فنانيها التشكيليين الذين غيروا بالألوان جزءا كبيرا من الواقع و قد كتب عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق مقاله عن الفنان الراحل عبد الجبار نعمان قائلا ابن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بحق و حقه وقف أمام الزعيم العربي الكبير جمال عبد الناصر أثناء زيارته للتعز ودعوته القومية لبريطاليا أن تحمل عصاها وترحل من عدم وقف جبار الطالب أمام ناصر وسلم بروح البنوة والود أعطي الطالب منحة لمصر زار عبد الجبار عبد الناصر في منزله فكانت البداية رحلة دراسته الفن التشكيلي في كلية ليوناردو تخرج عبد الجبار عام 73 تسعمية وألف ليصبح في زمن قياسي واحدا من أهم رواد الفن التشكيلي وصاحب اللوحات الجدارية التي تزين المقر الحكومية في صنعاء ومقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية عبد الجبار نعمان فنان مبدع وموهوب أخلص للفن فراح يتفيأ في الغوص عميقا في الألوان والأشكال والصور فرسم لوحات زاهية بالألوان والوجوه الناطقة متقنة حد الإبهار عبد الجبار واحد من قلائل أبدع فن التشكيل ومثل الريادة في اليمن هاشم علي وفؤاد الفتيح والدكتور آمن النصيري وحكيم العاقل وطلال النجار وانتصار الشيباني وعشرات غيرهم عبقرية إبداع جبار تتجلى في امتلاك مقدرة ومهارة تطويع اللون وتشكيله ودغمه في المعمار ومكونات اللوحة المختلفة لتتناغم في موسيقى متناهية الروعة والرؤية فنان الكبير امتلك خصوصية مائزة وأقام ما يزيد على أربعين معرضا كان من أهمها بنات القمر استبطال الوجه ليكون عنوانا معبرا وصادقا عن الإنسان اليمني إضافة إلى اختزان ريشته البارعة والبائحة بأشواق الوجه وتطلعاته لن ينسى النازحون الذين قصف الحوثيون مخيمهم ما حدث وعنون موقع مارب بريس نازحون في اليمن يستيقظون على مجزرة حوثية جديدة والناجون يفرون بأنفسهم وقال الموقع أن مليشي الحوثي ارتكبت مجزرة جديدة في حق نازحين بمحافظة حجة قتل فيها ثمانية وأصيب أكثر من سبعة وعشرين معظمهم من الأطفال والنساء فقال مصدر محلي وناجون من المجزرة إن مخيما نصب في أرض صحراوية لنازحي قريتي شليلة وابن الحداد في مديرية حرط بمحافظة حجة قربية اليمن تعرض لقصف عنيف شنته مليشي الحوثي بصواريغ الكاتوشة وأكد مصدران طبي ويغاثي أن فرقا طبية أرسلت لموقع الحادثة لإنقاذ الضحايا وأحصت القتلى والجرحى الذين تجاوزوا سبعة وعشرين جريحا قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى الطوال قال الصحفي هشام الشبيلي إن أكثر من خمسين أسرة نازحة في مخيم شليلة وابن الحداد تعيش حالة رعب غير مسبوقة وأن أسرا ناجية فرت باتجاه الصحراء المفتوحة خشية تكرار القصف الحوثي موقع المصدر أولاين بدوره تحدث عن ما تعرض له نازح وحج وعنوان سكان شليلة وابن الحداد رحلة نزوح ثانية بعد تعرض مخيمهم للقصف وقال الموقع يخوض سكان قريتي شليلة وابن الحداد رحلة نزوح ثانية بعد تعرض مخيمهم للقصف من قبل المسلحين الحوثيين فنقل مراسل المصدر أولاين عن شهود عيان أنهم شاهدوا مجاميع النازحين وهم يغادرون مخيمهم بعد القصف وسقوط أكثر من ثلاثين بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال بقدايف مدفعية بقدايف مدفعية أطلقتها أو أطلقها المسلحون الحوثيون على المخيم وخض النازحون رحلة طويلة على أقدام امتدت لعدة كيلومترات باتجاه الحدود السعودية بعض النساء والأطفال ساروا حافي الأقدام ولم يتلقوا مساعدات إغاثية من أي جهة يقول المصدر أولاين أنه يتم إيقافهم على بعد عدة كيلومترات عن الحدود اليمنية السعودية ويخشى النازحون أن يتعرضوا للقصف مجددا من ميليشيا الحوثي اللون الخطأ تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله في الشرق الأوسط مضيفا البؤساء إحدى أشهر الروايات الدرامية في العالم التي حولها البريطانيون إلى أحد أهم المسرحيات وأطولها عرضا سبعون مليون مشاهد حتى الآن وعلى برودواي لا تزال منذ 1980 أكثر المسرحيات الغنائية نجاحا والآن تقدم بي بي سي إنتاجا جديدا للمسرحية في مسلسل من ثمان حلقات غير أن اهتمام البريطانيين بأملاق الشعر الفرنسي بدأ في حياته عندما قرر أن يعيش في جزيرة جورنزي عند وصول نابليون الثالث إلى الحكم وفي منفاه استمر في عمله الإبداعي في الرسم والتأليف ومن ثم عاد إلى باريس لأخوض معاركه الأدبية والسياسية ودخل البرلمان بأعلى نسبة من الأصوات وعندما بلغ الثمانين شاركته باريس الاحتفال بإقامة المهرجانات في كل مكان ومر من أمام منزله ستمائة ألف شخص لإلقاء التحية وتقديم الاحترام بعد ثلاث سنوات شهدت باريس جنازة لم تعرفها من قبل ولا من بعد مليون إنسان ساروا خلف نعشة إلى مدفن المخلدين في الضفة اليسرى بلاد الأدباء والشعراء والروائيين والمسرحيين والفلاسفة أدركت أن ثم تجبارا لن يتكرر ليس في الشعر على الأقل وفي ذروة الحزن الوطني ضحكت باريس في سرها فأولى الأسواق التي أغلقت حزنا كانت سوق البغاية ويبدو أن تلك السوق لم تعرف زبونا في مدى ولاء الميسيو هوغو ثلاث زيارات في اليوم صباحا وظهرا ومساء وكان يعامل المرضولات اجتماعيا بأدب وعطف ويصغي إلى أحزانهن ومن تلك الحكايات نشأت قصة البؤساء أو بعضها ومنها نشأت شخصية المفتش القاسي جافير وقد كانت البي بي سي في غنى عن أن تصور الشخصية الأكثر كرهم في فرنسا بلون أسمر يومها كان الرجل الأبيض رمز الظلم إنها حرب قدرة تدور روحاها في اليمن بعيدا عن الأقلام والكاميرات والميكروفونات هكذا افتتح الصحيفة فخانس انفو تقريرها المعنون نحترم التزاماتنا الدولية ضل الأسلحة الفرنسية في اليمن تقول الصحيفة الفرنسية في تقريرها المترجم خصيصا لقناة بالقيس يدور هذا الصراع بين المتمردين الحوثيين ضد تحالف دولي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية لكنه ليس مدعوما فقط من أمريكا فلد فرنسا علاقة تجارية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية بدءا من عام 2017 عندما كان فرانسوا هولاند رئيسا أعطى الضوى الأخضر للترخيص الإداري لبيع الأسلحة للسعودية وكان ذلك ضد نصيحة وزير خارجيته جان مارك إيرويلد أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي عميل مهم آخر فإن فرنسا تربطها علاقة وثيقة جدا من التعاون العسكري مع هذا البلد اتفاقية دفاع وبناء قاعدة عسكرية في أبوظبي في عام 2009 قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي يوم الأحد في العشرين من يناير 2019 لصحيفة فخانس أنتر لم نقم في الأون الأخيرة ببيع أي أسلحة يمكن استخدامها في سياق النزاع اليمني في الواقع كما تقول الصحيفة لا يتم بيع الأسلحة فقط إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بل أيضا جميع أنواع الدعم الفني قطع الغيار تدريب الفنيين تحديث المعدات والصيانة والترميم التشغيل هل الدولة العربية دولة عميقة؟ تحت هذا العنوان كتب سمير سعيفان مقاله في العرب الجديد مضيفا أملا بقلب هذا الواقع العربي البائس خرجت انتفاضات شعبية عفوية غير منظمة في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ثم الآن السودان ضمن ما عرف بالربيع العربي مطالبة بالتغيير وإفساح الطريق أمام إرادة الشعوب لكنها لم تفلح في تحقيق أهدافها على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعته إذ تجمعت ضدها قوى الدولة العربية القمعية العميقة وقوى إقليمية وعالمية لتحول الربيع إلى صقيع ملقنة هذه الشعوب العربية الثائرة وغير الثائرة درسا قاسيا ويصعب التنبؤ بمصير انتفاضة السودان الجارية ولكن أيا كانت نتيجة هذه الانتفاضات فهي قد أحدثت حقائق جديدة ثابتة على الأرض فقد كسرت حاجز الخوف والرهاب من السلطة وأوجدت وعيا جديدا وحراكا جديدا يفقدان أنظمة الاستبداد الأسس التي قامت عليها ما يجعل من هذه الثورات الفاشلة تدريبا لتغيير قادم قد لا يطول زمنه اللافت للنظر أن ثمت بلدانا سادتها دول عميقة وقمعية لكنها لم تكن دولا فاشلة بل حققت تقدما علميا واقتصاديا واجتماعيا لافتا مثل كوريا وصغافورا والصين وفيتنام بينما فشلت دولنا العربية في تحقيق مثل هذا التقدم ويمكن تمييز دول الخليج بتحقيق تقدم في بنيتها الإدارية والمؤسسية والخدمية بفضل ثروتها النفطية التي مكنتها من استقدام خبرات من دول متقدمة ساعدتها في بناء مؤسساتها الإدارية والخدمية في الدول المتقدمة ثمت دولة عميقة أيضا تتكون من بيروقراطية ومؤسسات تعكس مصالح رأس المال الذي يتحكم بالموارد وبفرص العمل وبالأحزاب وبالجمعيات والأنية ووسائل الإعلام تأمين العمل للنازحين اليمنيين لا سيما مصدر رزق مستدام لهم يعد واحدا من أبرز احتياجات هؤلاء وسواهم من المواطنين في ظل استحكام الأزمة بالبلاد وتعنون صحيفة العرب الجديد إعانة اليمنيين النقد مقابل العمل لسد الرمق وتقول الصحيفة بعد نحو أربع سنوات على حرب اليمنيين أو حرب اليمن يمكن القول أن الأزمة صارت مزمنة في البلاد لا سيما أن المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وغيرهما لم تعد كافية وفق ما يؤكد كثيرون من أهل البلاد إبراهيم الخولاني من هؤلاء الذين يشكون من عدم صمود ما تقدمه المنظمات الإغاتية الدولية طويلا ويقول للعرب الجديد إن ثمت منظمة دولية تسلمني شهريا سلة غذائية وتحتوي على دقيق وزيت وسكر وبقوليات في بعض الأحيان لكنها لا تكفي عائلتي أكثر من عشرة أيام تقريبا وتأتي تدخلات من قبيل النقد مقابل العمل على نطاق ضيق وقليل هي المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي يتخطى عددها 120 منظمة التي تعتمد أو تعمد إليها وهذه الألية هي من أكثر العمليات تعقيدا إذ أنها تستوجب التزام المنظمات بعناصر فنية أبرزها تدريب أفراد المجتمعات المتضررة على بناء مرافق خدمية أساسية صغيرة الحجم للمجتمع ذات جودة وهذه الأعمال من قبيل رصف الطرقات الريفية بالحجارة أو بناء خزنات مياه الشرب من الأمطار أو إنشاء بساتين منزلية تنتج خضروات خاصة لاستهلاك الأسر المتضررة من الحرب وغير ذلك وكانت دراسة أعدتها منظمة أنترسوس الدولية قد أكدت أن الحاجة الأولية للمجتمعات المتضررة والمستفيدة من الإغاثة بما في ذلك النزحون في اليمن هي استمرار الوصول إلى الغذاء أما الحاجة الثانية فهي النقد الذي يحتاجه الناس لشراء سلع لا تقدم أو لا تقدمها المنظمات العام أوبر سورفر نشرت موضوعا لسايمون ديستيل بعنوان هل يتسبب الفقر والغلى والاحتجاجات في ربيع عربي جديد ويقول ديستيل أن القلق يزداد في السودان وفي مصر وفي دول أخرى حيث تزداد قبضة الحكام المستبدين أشدادا لكنهم ليسوا مستعدين بما يكفي لهذه المواجهة ويوضح ديستيل أن المظاهرات ضد الرئيس السوداني عمر البشير أصبحت أمرا يوميا معتادا بعدما قضى الرجل المتهم بارتكاب جرائم حرب 29 عاما في حكم البلاد ويشير ديستيل إلى أن السبب في هذه المظاهرات كان ارتفاع سعار الخبز والوقود وما إن بدأت المظاهرات الشهر الماضي حتى انتشرت بسرعة في مختلف أرجاء البلاد وضمت مواطنين من مختلف المجالات كالمعلمين والمحامين والأطباء مضيفا أنه ومرة أخرى فإن فشل الحكومات في الاستجابة المبكرة لمطالب الشعوب وتطلعاتها يؤدي إلى الوصول سريعا إلى مرحلة حرجة ويتساءل ديستيل هل ما يجري الآن هو موجة جديدة للربيع العربي أو الربيع العربي الجزء الثاني ويقول ديستيل إن محاولة الشعوب في الموجة الأولى للربيع العربي التخلص من الأنظمة القمعية في كل من سوريا واليمن كانت غير ناضجة وأدت إلى حرب أهلية في النهاية أما ليبيا فلم تستعد البلاد توازنها بعد التخلص من القدافي حتى الآن أبرز الأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم كما وثقتها صحيفة الڭاردين نتابعها في جولتنا المصورة ماذا تقول لنا الرجاة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكريكاتير التي نشرتها الصحف نتابع موسيقى 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 وبهذه الصور الكريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحفة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة